بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير حبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة شباب نهاردة بنات هنذاكر مع بعض الدرس الثاني من الترم الثاني للصف الثاني الثانوي دروس دروس الأدب هنتكلم النهاردة عن مقدمة عن الأدب إلى أندلسي صلى الله عليه وسلم الأندلس يا جماعة اللي هي أسبانيا حاليا اللي هي أسبانيا حاليا المسلمين فتحوها أيام زمان تمام لما المسلمين فتحوها طبعا بقت دولة إسلامية مدام بقت دولة إسلامية طبعا المسلمين بيتكلموا اللغة العربية هي لغة الدين عندنا فاللغة العربية طبعا بدأت إيه بدأت تدخل بلاد الأندلس فظهر عندهم أدب فساعتها يا جماعة بقى اسمه أدب إيه أدب أندلسي هنتكلم النهاردة مقدمة أو لمحة سريعا للأدب الأندلسي أول حاجة بقولك كيف تبدو الأندلس جغرافيا بقولك تبدوك وكأنها وحدة متجانسة وقد أثر ذلك في الشخصية السياسية للأندلس يعني الأندلس يا جماعة جغرافيا تحس أنها منطقة كلها متجانسة يعني ومتجانسة يعني في مناطق لما تخشها تحس أن فيه هنا سحراء وهنا فيه ميا وهنا فيه هضاب وهنا فيه جبال وهنا فيه سهول فيه حاجات كتير جدا لكن الاندلس كانت تقريبا وحدة كانت كلها متجينسة فالشخصيات نفسها كانت تقريبا وحدة ما كانتش متأثرة کوي ما كان فيضطة طبقات كثير ما كانش فيikhtرافات كثير وقد أثر ذلك فالشخصيا السياسية للاندلس بعدك ي biscuits عن الشخصيا الاجتماعي للاندلس ايه المميز في شخصيا الاجتماعي لاندالس ايه الميميز في الناس اللي كانت عايشها في اسبانيا او الاندلس ساعتها بقول لك رقم واحد كسرة الغناء وجمال الطبيعة طبعا أوروبا مشهورة بالطبيعة فكان عندنا كسرة الغناء الناس هناك بتحب تغني فيه غناء كتير جدا وجمال الطبيعة مما أدى لظهور الموشحات ايه الموشحات دي؟ الموشحات دي بالبلد يا جماعة كده شعر شكل من الشعر بيسموه كده عشان شكلها كان غريب يعني شكلها كان جديد تحس انه هو زي المرأة المتزينة بالوشاح الوشاح دي زي ما تقول كده حاجة زي الكفية دلوقتي تمام فالقصيدة نفسها ليها شكل غريب ليها شكل جديد تحس انها مرأة متزينة بوشاح عسا كده سموها ايه سموها موشحات تمام تانية حاجة عندنا اسهام المرأة في الحياة الأدبية بدأت المرأة بقى تدخل في الحياة الأدبية وبقوة وكان في مقدمة نساء الأندلس مشهورة جدا طبعا شاعرة اسمها ولادة بنت المستكفي التي عرفت بمساجلتها الشعرية مع الشاعر ابن زيدون يعني الكلام ده ولادة بنت المستكفي كان دايما بتخاطب ابن زيدون هو كان بيرد عليها فسعيتها جماعة كان ايه دي كان قصيد مشهورة جدا ما بينهم كانوا بيردوا على بعض بالشاعر وفي الكتاب بيقولك لا يعني هذا الانفصال الأندلوسي انفصالا تاما عن المشرق في حياتها الاجتماعية يعني مش معنى ان هما كانوا بعيد عن الشرق ان هما انفصلوا عننا لا هما كانوا زينا في حياة كتير وهذا كده بيقولك هل استقلت شخصية الاندلوس العلمية عن المشرق طبعا لا ليه الكلام ده يصلي عنها بأس الصلاة طبعا يا جماعة الناس في الاندلوس معتمدين على العلم اللي بيجي لهم من المشرق المصدر هو الشرق فهم بيعتمدوا على الحاجات اللي بيجي لهم من هناك بقولك فقد اعتمد الاندلسيون على ما يأتيهم من المشرق فكان اكثر اهل الاندلوس يتحدثون باللاتينية في القرون الاولى للفتح العربي يعني في الاول كانوا بيتكلموا باللاتيني لكن مع مقدم القرن الرابع هجروا اللاتينية واتخذوا اللغة العربية مكانها في اداء شعائرهم الدينية يبقى الاول كان لاتيني طبعا لكن مع الوقت اتكلموا ويتكلموا اللغة العربية بعد كده بالنسبة للأدب بيقولك كيف كان حال الأدب الاندلوسي في مراحيل الاولى بيقولك كان مقلدا للأدب العربي في المشرق كان طبعا بيقلده ايه بيقلده العرب وكان يتجه نحو الأدب الأم اللي هو الأدب في المشرق وترتب على ذلك طبعا عدم وجود فروق جوهرية بالنماذج الأدب العربي في العراق والشام ومصر وحتى الأندلس يعني ايام زمان لما يجيب قصيدة من العراق وقصيدة من الشام وقصيدة من مصر وقصيدة من الأندلس تحس ان كلهم مكتوبين في نفس المكان ليه؟ عشان كلهم كانوا متأثرين ببعض كلهم بيقلدوا بعض آخر حاجة في الدرس بقولك هناك ظاهرتان تتصلان بالنسر الأندلسي أول حاجة بقولك لم يظهر كاتب كبير في الأندلس قبل القرن الرابع طبعا دي حاجة بديهية ليه يا جماعة؟ عشان بقولك شخصية الأندلس نفسها لم تكتمل إلا في ذلك القرن احنا قلنا في الأول بيتكلموا باللاتيني فشخصيتهم الأدبية القوية ما ظهرتش غير في القرن الرابع ده رقم واحد رقم اثنين بقولك الكتاب دم يستطيعوا قبل ذلك أن يرتقوا إلى درجة تجعلهم في صفوف الكتاب العباسيين يعني الكتاب نفسهم في الأول طبعا كانوا متأثرين باللغة اللاتينية اللغة العربية مش قوية عندهم عشان كده طبعا مما ايه؟ ما سمعناش أبدا عن كاتب كبير في الأندلس قبل القرن الرابع النقطة الثانية أو الظاهرة الثانية بقولت لم يستحدث الأندلسيون لأنفسهم مذهبا جديدا في النصر وتوقفوا عند المحاكاة يعني في النصر ما جددوش خالص في النصر كانوا بيوحاكوا يعني بيقلدوا النصر القديم بيقلدوا النصر كان موجود ساعتها عند المشرق ما كانوش بيجددوا خالص في النصر ده بالنسبة ايه جماعة ده بالنسبة لمقدمة عن الأدب الأندلسي درس سهل جدا وبسيط ما تنساش تحل معنا التدريبات اللي بنزلها على القناة أولا بأول عشان تقدر تتقن الدرس ده سبحانك اللهم بحمدك نشهد الله إليه إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته